ولسه بنكمل معنا مع حضراتكم حلقتنا نهاردة في نهارك سعيد ودلوقتي حالاً ونحن نتكلم الدنيا هادية حوالياً وزارة الداخلية في حين نبارح لغاية تيمكن بعد منتصف الليل بشوية كان مازال فيه قنابل مسرر الدموع من قبل الأمن وإلقاء طوب وحجارة من قبل المتظاهرين آية كانت فئاتهم بقى ألترا صوار يعني يسموهم زي ما أنتم عايزين تسموهم بس الدنيا هادية دلوقتي وده شيء باعتقد أنه شيء إيجابي خلو نعرف أو نفكر كده بصوت عالي ونحل الوضع زي ما كلنا هنبقى محتاجين نشوف حلول الخروج من اللي احنا فيه ونشوف احنا بكرة هبقى عمل إزاي خاصة أنه احنا بنعدي مش عايزة قول نفس السيناريو اللي عشناه من سنة بالزبط بس هو نفس التمنتاشر يوم كده بيتعادوا بتفاصيل مختلف موقعة الجمل قدامها موقعة ماسبيرو موقعة مشارفة إيه قدام يعني ربنا أسر على الفترة اللي جاية فخلنا نشوف رؤية ورائي الكاتب الصحفي أستاذ محمد علي خير في اللي بيحصل منوارنا يا أستاذ محمد صباح الخير صباح النور أستاذ محمد خير بتدي كده أنا مش هسأل على برسعيد واللي حصل جواه برسعيد نتكلم على التدعيات على طول واللي بيحصل عند وزارة الداخلية من يوم الخميس من بعد الأحداث على طول حيك شايف اللي بيحصل إزاي دائما في كل أحداث بيتجه عدد كبير جدا من المتظاهرين إلى نقطتين رأسيتين الأولى ماسبيرو التانية وزارة الداخلية تمام وده حصل خلال عام كامل عام 2011 معنا أن المتظاهرين بيبعثوا رسالة إلى السلطة اللي بتدير البلاد أن الجهازين دول يجب إعادة هيكلته يجب أنهم يعبروا فعلا عما جرى في مصر من ثورة لكن لأن الجهازين أو المبنيين والعملين فيهم لم يتم فعلا إعداد خطة للتطوير بيظل أن المتظاهرين يصلوا إلى المكانين دول يعني نحن كنا نتمنى أو نأمل بأثناء وجود وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالنواب الشعب التاني يوم الأحداث يوم الخميس أنه يتم طرح فكرة لماذا لم يتم حتى الآن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة ده مش معناها وحش يعني ده جهاز كان شغال وفقه كتالوج معين لأ إحنا هنغير الكتالوج ده وهنعمل كتالوج جديد كتالوج الجديد ده ما بنخترعوش في دول كتيرة جدا قامت فيها صورات وتم تطوير أو أعادة هيكلة جهاز الشرط ربما يسمعنا الآن أحد العاملين في وزارة الشرط زباط لوقات أيا كان مختلف رتبهم قد يتصور إن ده قد ينتقص من قدره أو قيمته أبداً ده ربما يعود عليه بالنفر يعني مثلاً أن يتم تحديد مواعيد عملك يعني أن تعمل بشكل آدمي مفيش فكرة العشرين ساعة أن تعمل لصالح المجتمع ولصالح الشعب وليس لصالح الحاكم أن دخلك يجب أن يتماشى مع طبيعة مهمك يعني ما ينفعش فيه سلطة كبيرة زي سلطة الأمن مثلاً وأجد فيه هرواتب متدنية لما أنا أدي الواحد أي إنسان أدي له سلطة مطلقة ودخل بسيط ده معناه أن أنا بقوله انهب بقى يعني ما ده المعنى ده باب ملكي للانحراف إذا لما نيجي نتكلم عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية تحديد لها مهام رئيسية وواجبات وسيعد أيضاً ده بالنفع على العملين فيها فدي ليست سم خلال عام كامل لم يحدث أي جديد في هذا الملف لم يحدث تطوير لم يتكلم أي حد من الحكومات الأربعة عن تطوير الحكومات الأربعة اللي جم في الثورة شفيق وعصام شرف الأولى والتانية ثم دكتور كمال الجنزوري أنا تمنيت ونحن بنقول برلمان ما بعد الثورة وسط الأحداث دي إنه هيتم طرح رؤية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ربما أحد النواب طرح ده لكن لم يتم الأخذ به الرسالة التانية وصلت أيضاً من المتظاهرين تجاه الإعلام يعني إن هذا الإعلام يجب إعادة هيكلة بمعنى أن يصبح إعلاماً قومياً معبراً عن الشعب معبراً عن المجتمع نحن نعلم أنه منذ تنين وخمسين أو تحديداً جهاز التلفزيون ستين وما قبله الإزاعة هي تحت تصرف الجالس على كورس الحكم عبد الناصر السادات مبارك المجسد العسكري دي مش محتاجة كيميا يعني معروفة إحنا عايزين بس نعدلها نعدلها؟ لا هذا يجب أن يكون معبراً ربما حتى أكون أميناً أو موضوعياً حدث تغيير جيد ملاحظ في عدد من البرامج وعدد من المحطات المحسوبة على التلفزيون المصر لا أستطيع أن أنا أقول أن تلك الصورة ظلت كما هي لكن إحنا عايزين نعمل ده وفق خطة ولا يكون تعبير عن أراء فردية أو قناعات لأساق البرامج لا أنا عايز ده خطة ممنهجة أن ده يبقى تعبير عن الشعب عشان كده بنقول إعلام قوم ونشوف الدول اللي عملت كده الرسالة الثالثة أيضاً إن كانوا وصلوا إلى مسبير ورمز الإعلام الرسمي ووزارة الداخلية أيضاً في كل برضو مليونيات أو تجمع في ميدان التحرير تظهر فكرة لابد من تطوير جهاز العدلة يعني مثلاً ترح ميدان التحرير فكرة إقالة النقب العام وتبناها أعضاء في مجلس الشعب إخوانا مطلوب إقالة النقب العام عايز أقول لحضرتك أن منذ بضعة أشهر أشهر قليلة ممكن شهرين تلاتة كان فيه مشروع لتطوير السلطة القضائية اللي هو مشروع القاضي ميكي وهي الفكرة باختصار أن السلطة التنفيذية وفق القوانين الحالية بتتدخل في أعمال القضاء يعني مثلاً وزير العد له تداخل داخل أعمال القضاء تعيين النقب العام يكون من رئيس الجمهورية توزيع المحاكم يعني كانت الفكرة أن يكون هناك مجلس القضاء الأعلى مجلسة مستقلاً هو الذي يعين النقب يتم اختيار النقب عام منه لا يتم مثلاً عرفة فكرة ندب قاضي منع المنصة من القضاء اللي تحس أنهم هيؤثروا في قرارات أو في أحكام ندبوا إلى أي وزارة ثم يعطقوا مبلغ جيد من المال لا بيتلغي هذا الندب فإذا كان فيه تصور لتطوير مرفق أو قطاع العدالة دول تلك قطاعات رئيسية الإعلام الداخلية العدالة لم تمسهم يد التطوير أو التغيير طوال الصور وبالتالي بيظلوا أهداف قائمة لميدان التحرير وبالتالي المتظهرين بيروحوا للثلاث أماكن دول طيب اللي حيات بتقوله ده حقيلة كمان لأهمية الثلاث قطاعات بس هو فعالية الناس كتير حاسة أنه ما فيش أي حاجة تم تطويرها في آخر السنة يعني بعد الثورة يعني هما دول أهم ثلاث حاجات لو كان تم فيهم التطوير وإعادة الهيكلة وتعديل لمصارهم بالبلد يعني كانت الناس تحس أن فيه إنجازات للثورة بس هو أصلاً ما فيش حاجة الناس حصلت فيها إنجازات بشكل عام وبالتالي الناس بتنزل تاني وبتصور خلينا نقول إن إحنا لو كانت الرسالة الأول أو المطالب بتذهب مباشرة للمجلس العسكري فإحنا الآن أصبح لدينا برلماناً يقول نوابه أنه برلمان الثورة لا أنا عايزة كلمة برلمان لوحده بس أنا خليني أرجع تاني للتظاهرات اللي حصلة دولتي عند الأمن عند وزارة الداخلية والاشتباكات اللي حصلة بين الأمن وبين الناس هقولك رأي الناس في الشارع لأ ده أنتوا كده بتوقعوا هيبت الدولة أنا بعد كام يوم كده بقيتش فهم اللي هي إيه هيبت الدولة يعني إيه هيبت الدولة يا أستاذ محمد يعني هيبت الدولة أن يكون لدى الدولة قوانين يجب عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع يتم حمايتها أو تنفذها بس عايزة أقول هيبة الدولة هي في احترامها لطلبات الشعب أو لمطالب الشعب يعني هيبة الدولة مش حاجة مستقلة بذاتها يعني الدولة لها حقوق تجاه مواطنية أن تحترم القوانين الصادرة عنها التي يوافق عليها الشعب وفي المقابل الدولة عليها أن تؤدي حقوق هذا الشعب يعني هي مش حاجة مستقلة بذاتها أنا ليه حق عايزة أخذه طب والمواطنين يعني أنا تقديري أن هناك قطاعات كبيرة لا تزال موجودة في الدولة وجزء منها لا يزال في رأس الحكم مش قادر يتخيل أو يستوعب أو ربما ينكر أن ما جرى في مصر في 25 يناير 2011 هو ثورة الثورة ليها قوانينها ليها منطقة اللي بتتعامل بيه لأنه لا يمكن يكون هناك ثورة عايزة ليه أنا بسأل لأنه هيبة الدولة بنسمع اسمها لما الناس تبقى رايحة تتظاهر عند وزارة الداخلية ويحصل اشتباكات بس هيبة الدولة ما نتكلمش عنها لما عيال راح تفرج على ماتش كرة تتقتل وهي موجودة تفرج يعني عايزة أقول أنه أنا من وجهة تنظر ناس كتيرة ناس تانية بقى بيقولوا أنه لا هيبة الدولة تتهز فعليا لما عيال تبقى راح تفرج على كرة وتتقتل دي اللي فيها هيبة الدولة مع حضرتك هيبة الدولة سقطت يوم الأربعة الماضي لو احنا بنتكلم على هيبة الدولة الدولة التي لم توفر حماية كاملة لمواطنيها العزل اللي رايحين في حدث كروي يعني أو أمسية كروية ولم يتم تأمينهم أو حمايتهم هنا هيبة الدولة تقع علشان كده أنا مثلا يعني مستاء أنا كنت بتصور أن الدولة عندما أو كبار المسؤولين فيها عندما رأوا هذا المشهد وعندما وصلهم فينتفضوا للحفاظ على هيبة الدولة الانتفاض يبدأ بأن أنا كنت أجد قيادات من المجلس العسكري أجد رئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء أجد رئيس مجلس الشعب ومعه عدد من النواب فورا في بورساين فورا في عز وجود المجل مش أنهم يتابعوا عبر الفضائيات المواطن العادي هو اللي بيتابع الحدث عبر التلفزيون بس المسؤولين عن إدارة البلاد في تلك الفترة كان عليهم هذا الدور أنا لم أجد أي مسؤول يتصرب بمنواقع مسؤوليته هي عبارة عن تصريحات عبارة عن أراء عبارة عن مداخلات فضائية لكن لو أنت كنت بتتكلم صح ما أفهمه عن المسؤولية هو أن أجد رئيس الوزراء مباشرة دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الشعب مباشرة دكتور سعد الكاتاتني وأعضاء من المجلس العسكري في موقع الحدث في بورس عيد يشكلوا غرفة عمليات يحلوا تلك الأزمة إزاي ده جرى لكن إحنا لقينا تاني يوم بقى البرلمان بيعقد جلسات لا والبرلمان أجازة لتلات يوم دول وده تساؤل تاني بقى يعني إيه مجلس الشعب الأول المنتخب الـ 27 ولا 30 مليون راحوا انتخبوه الراهنين كلنا عليه حتى لو ما كناش متفقين على نسب التمثيل داخل المجلس جمعة وسبت أجازة وحد كمان باين أجازة يعني إيه ده هو أنا اندهشت إن أنا تصورت إن المجلس عندما قال إنه سيظل في حالة إنعقاد دائم إنه هو شغال الجمعة وشغال السبت بس ربما تعامل على إن السبت أجاز مولد النبي فشغل يعني فهيبدأ النهاردة في بعض اللجان موجودة لكن الجمعة تاني يوم للحدث وإحنا مصر مبارح مصر الدولة أو مصر السلطات ما كانوش موجودين مبارح تماما بينما الأحداث ساخنة حول محيط وزارة الدقلية وفي ميدان التحرير يعني أنا مندهش وفي السويس كلي بالك إحنا كنا بنشوف هذا الأداء من النظام السابق يعني كانت الدولة عملا تولع من السلساء للجمعة جمعة الغضب وما فيش أي حد مسؤول أنت بتريف السلط لا مبارك ولا رئيس وزراءه ولا ولا طيب هل ينفع الجمعة مبارح لأجد أي مسؤول من الدولة كل اللي أنا أشوفه عبارة عن تصريحات على الفيسبوك يعني فيسبوك إيه يعني إيه أنت عندك بلد بتولع وبتتحرق حاجة حمي باكي بصراح وممكن الأمور تتطير طب إذا كنا بنعيب يعني الخميس يستمر للجمعة للسبت للأحد اللي هو لن يبرح أحد هذا البرلمان قبل إيجاد حلول واقعية لتلك المشكلة إنما إن أنا تاني يوم الخميس أفاجأ بأن ما تمخض عنه الجبل هو أنه سوف يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق ظننت أن الجالس على المقعد هو الدكتور فاتح سرور يعني أنا كنت أتمنى أن يكون فعلا هذا تعبير عن أن هناك في مصر ثورة وأن ما غرى فعلا في هذا البرلمان هو برلمان الثورة وأنه ينتقل فعلا إلى موقع الحد حليني بقى على بقى لتشكيل لجنة تقصي حقائق لا هي تشكلت وسفرت بصراحة أعرف منها أنه فيها دكتور عمر الشبكي وعمر حمزاوي ودكتور أكرم الشاعر رد الفعل لأي البرلمان أجازة إمبارح الجمعة لأي البرلمان لا يعقد بكامل هيئاته وليجانه اليوم الزبت يعني في الرئيس الحكومة الجمعة والسبت الجمهورية اللي موجود في مقعده آآ المجلس العسكري ثم رئيس الحكومة ثم البرلمان نقيم الأداء إيه هو الأداء اللي حصل إحنا سايبين المتظاهرين موجودين في ميدان التحرير السويس حصل فيها قد أمس محيط وزارة الداخلية يعني وبعدين هنلوم على مين يعني فين الدو ثم المناشدات المناشدات يعني مناشدات حكومية مناشدات من المجلس العسكري مناشدات من حزب الحرية والعدالة إلى المجتمع الماصري وعقلاء الأمة يعني إيه عقلاء الأمة يعني وانت موجود في السلطة يعني موجود في السؤال مش ديكت نفس المناشدات برضو اللي حصلت في أول 18 يوم في وقت يناير لفبراير ما أنا بقولك نفس الأداء لم يتغير يعني أنا أمام مشهد بيتكرر بحزافيره ربما أنت في المقدمة كنت بتقولي موقعات الجمل بقى عليها موقع موقعات بورسعيد آآ بورسعيد وكذا يعني مش عارفين حيثاش عارف ببراير اللي هيبقى بقى فيه يعني أنا بتكلم على سوء في الأداء سوء في إدارة الأزمة طب ما بقى إنا حيك جبت سيرة العقلاء في محاولات للتهداء عمالة تحصل طول مبارح بالليل وعاديم يقولوا للعقلاء تنزل تهذي للشباب ترجع والشباب بهتافها تحت آآ ما حاج بقى يكلمني إنها سلمية وإحنا بنتضرب غاز وخرطوش وكان وزير الداخلية ينفي إن فيه إطلاق خرطوش وفيه إصابات بخرطوش ما عافش جاي منين بقى الطرف التالت والإيد الشائية والصابع الخفية والحاجات اللي إحنا كنا بنسمعها حيك شايف التهداء دي تحصل ممكن تحصل إزاي يعني أنا بكلم دواتي علاء مش بكلم عن الحلول بشكل عام بكلم على تهدئة موقعة وزارة الداخلية وإحنا بنتكلم دلوقتي بوسي اللي موجودين في محيط وزارة الداخلية عندهم قناعة أكيدة أن ما جرى في بورسعيد ما كان له ليقع لولا تواطئ عدد معين داخل وزارة الداخلية لتنفيذ تلك المؤامرة الدنيئة لأنه لم يكن تقع بهذا الشكل يعني أنت أمام مدير أمن لم يحضر المباراة أمام محافظ لم يحضر المباراة دعا لم تستفهم آه يعني اللي من الأقليم زي حالاتي كده يعرف لما بيبقى فيه مطش للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي مثلا في أي محافظة بيلاعب فريق المحافظة أنت بتلاقي كل القيادات بتنتهزها فرصة وبتروح الأستاذ يعني بدأ من المحافظ ومدير الأمن وسكرتيري عامل محافظة وأمين عامل حزب يعني بيبقى فيلم يعني طيب معقولة الأهلي في بورسعيد بيلاعب مصري وصبق ده تصريحات واحتقانات ولا يوجد مدير الأمن من الذي أغلق الباب أمام جمهور الأهلي الباب اللي يخرج ومن اللي فتح الباب على الملعب إذن هناك درجة مش درجة هناك تواطق مباشر فإذن الموجودين أمام وزارة الداخلية عندهم تلك القناعة أن ما كان هذا ليجري لو لا أن كان هناك تواطق من العملين في وزارة الداخلية خلينا نكلم بصراحة أن هناك قيادات لا تزال تعمل في وزارة الداخلية محسوبة على وزير حبيب العدل وزير الداخلية الأسبق لماذا لم يتم إقالة هؤلاء حتى الآن إحنا مش عارفين يعني وده خليني أقول أن فيه كلام بيتقال معرفش إيه صحته أنه فيه نقدر نقول أن وزير الداخلية الحالي عنده برضه فقد السيطرة على مجموعة من الناس داخل الوزارة وبالتالي هو مش قادر يوقف الضرب يعني فيه نظرات مؤمر ده تقل الوزير مباشرة في جلسة يوم القميس الماضي وده كان جزء زي ما بدأت مع حضرك بقولك لماذا لا يتم إعداد قطة أو إعلان قطة لتطوير أو إعادة هيكلة وزير الداخلية أول جزء منها أن العاملين في الصف الأول اللي جابهم حبيب العادل طوال 15 سنة يتم تحديد وضع اللي لهم يعني يعني من يثبت عليه تهم فساد أو تعذيب مواطنيين يحاكم اللي كان بريء وسليم يروح بيته ومشكورا وياخد مكافة نادخد بيته بس ما يكونش موجود لأنه ما ينفع أنا فهم أنا ليه بسأل السؤال ده لأنه في الوقت اللي بيطالبوا فيه العقلاء تنزل تهدي الشباب السائر الأخوه أو صاحبه وتأتل قدامه أو تصاب أو عنده عاية دلوقتي في الوقت اللي فيه الداخلية مش قادرة تسيطر على قوتها على قوتها فقد السيطرة لأن الكلام المتدول أن وزارة الداخلية أو تحديدا قطاع الأمن الجنائي بيتعامل الآن بشكل أو الأمن العام يتعامل بشكل عشوائي يعني كل حد يستطيع أن يتخذ عدد من القرارات ما فيش هنا قيادة مركزية تستطيع أن تتحكم كلام عشان كده أنا بقول لك لو كان هناك سلطة زي البرلمان لا يزال منعقد في حالة انعقد دائم كان بيتاب وزارة الداخلية تعمل ايه واحد اتنين ثلاثة نفذ القطة دي وتعال اقول لنا يعني فيه حاجة مايوش بخرفة عمليات بس مهم هداء برضو يخينا نحط علامات استفهام وتحديدا على الحزب الأغلبية هنا يعني وهو طبعا البرلمان كل مولان حزب الأكثرية الأكثرية حزب الأكثرية اللي واخد أكثرية الأصوات في انتخابات مجلس الشعب وحزبية اللي جان ده بقى ما نعرفش يعني عن ليه حصل بس يعني دلوقتي حزب الحرية والعدالة والنور خينا نتكلم عن الإسلام السياسي بشكل عام هما النسبة الأكبر داخل مجلس الشعب في علامات استفهام بدأت من ساعة السلسل البشرية يوم الأربعة اللي فات اللي هو قبل يعني قبل الأحداث على طول يعني في علامة استفهام يعني على دورهم وانتماءاتهم والتحالفات اللي بتقام من قبل حزب الحرية والعدالة ويعني أنا بكلم إن إجمالا الأداء السياسي لأ أنا عايز أتكلم خاصة على الأكثرية داخل المجلس لا أنا لم أجد أداء من الأكثرية جيد أنا أداء القيادات تحديدا يعني ربما سمح لبعض النواب من الحرية والعدالة والنور يتحدثوا باستفادة إنهم يعبروا عما يجر في الشارع إنهم يبكوا يزعقوا ده جميل بس أنا ببحث بالآخر عن المنتج النهائي إيه هي القرارات اللي صدرت يعني النور السلفي والحرية والعدالة هما بيشكلوا الأغلبية مرتاحة في البرلمان ليه لم يتم اتخاذ خطوات ناجزة وفعالة زي إيه علشان ما حد يقولك بيقولك زي إيه إنه هو يجبر ويلزم وزير الداخلية بإعلان مشروع حالا لتطوير وزارة الداخلية ويتم العرض عليه خلال ساعات يعني يعني كنت أجد صورة من صور القرارات ده أن يتم الإعلان عن تشكيل غرفة إدارة أو إدارة أزمة ما بين رئيس الوزراء يعني يعني يقال ده أمام الرأي العام أنا لم أجد ده إحنا هنشاكل لجنة التقصية حقائق بصي كإن القضية عرفة براحتنا يعني يعني جميل أنا بقول بس ده يكون أحد الخطوات بس إذا لم يتم إعداد مشروع لتطوير جهاز الشرطة الأحداث دي هتتكرر عشرات المرات طب قالت الوزارة في أحداث زي دي وده مطلب ناس إنه إنه الحكومة أخفقت فتمشي وناس تانية بتقول لا إحنا أصلا إحنا ما صدقنا جبنا وزارة بالعافية وأكم وزار اعتذروا علشان مش هايزين تخلوا في وزارة في الوقت الحالي وكلام متضارب حيك شايف قالت الوزارة بسبب أحداث زي دي هل هو قد يكون خلوم لا في ده دي دي بكلش هيحل يعني مش هو ده الخطوة الناجزة يعني إنت عندك أزمة يعني مش أزمة اقتصادية عندنا مشاكل اقتصادية ودكتور كمال الجنزوري لو هو قاعد لفترة الرئاسة 3-4 شهور فبيتناول هذا الملف يعني هو أقرب في ذهني إلى رئيس مجموعة اقتصادية أكثر منه رئيس حكومة يتمتع بصلاحيات رئيس جمهورية يعني لم أجد له أداء رئيس جمهورية في تلك الأزمة دي أزمة لا يعني دكتور كمال الجنزوري قال أنا معايا تفود من المجلس العسكري معايا كل صلحات رئيس الجمهورية باستثناء القضاء والجيش طب دي أزمة فهاش لا قضاء ولا جيش السيد يعني كان ممكن تحلها بمنتهى السهولة لو تتصرف بمنطق رئيس الجمهورية يعني لكن أنا لم أجد ده ما يهمنيش إن المصابين مع احترامل ده أو الشهداء بتوع المجزر بورسعيد حيتم تصريف لهم تعوداء يعني دي حاجة من السخ نحن لا نتعامل مع البشر إن أنا هتديهم قرشين يا أخوانا فيه أزمة حقيقية قابلة للتكرار طول مجهاز الشرطة باقي بوضعه الأديم بنفس الكتالوجي الأديم هيحدث منه ده عشرات المرات يعني عايزين نفهم كمجلس عسكري وحكومة وبرلمان معنى أن المتظاهرين بيروحوا لمسبيره ويروح لوزارة الداخلية يعني دي رسالة لكل واحد عنده عينين يعني دول لازم يتطوروا ده لم يحدث وده يخليني برده أخذ الصف التاني بتاع الناس اللي قاعدة في بيوتها وبتقول تم أنتوا الصور ما أدتوش فرصة للحكومة تشتغل أنت كل شوية مظاهرة في مظاهرة في مظاهرة في اعتصام في مظاهرة أنتوا ده كل ده نتيجة لأفعالك آدي الثورة وما جابها يعني أعتقد أن المقولة دي سقطت يوم 25 يناير 2012 بمناسبة مرور عام على الصورة لأن اللي كان موجود في الميادين يعني هنعمل بس ملاحظات كده سريعة أن لنزلوا في محافظات الجمهورية في الأسبوع الماضي بمناسبة مرور عام على الصورة كانوا موجودين في 16 محافظة بينما الصورة نفسها لما قامت لم يتجاوز التفاعل معها في أكتر من 3 إلى 5 محافظات جزء التاني أن عدد النزول في هذا اليوم كان أعلى بكثير جدا من الأيام الأولى للصورة وإحنا لقينا في حدود ما لا يقل عن 3 مليون في 16 محافظة وكان كلهم من أطياف الشعب المختلف لم يكن هناك أحزاب طيارات إسلام سياسي حتى من حاول أن يعبر عن نفسه قطيار إسلام سياسي جرى إقصائه من ميدان التحليل ومن معظم الميادين لأن اللي كان نزل ده الشعب المصري فأنا أعتقد ده تأكيد من الشعب المصري 3 مليون اللي نزلوا على أن ما جرى في مصر ثورة وأنهم حرسين على أن تستكمل الثورة أهداف فأعتقد الكلام ده يعتبر من السقف الآن لكن أنا ضد واحد التهجم على مباني للدولة أو منشآت عمل ضد اقتحام وزارة الداخلية ضد اقتحام مرافق مهمة وحيوية في الدولة سواء وزارة الدفاع أو مسبيره يعني ضد اقتحام البرلمان يعني يبقى سلطة تشريعية أو شرعية موجودة الآن علينا أن نجبرها بقى فعلا من خلال الضغط على أنها تأخذ قرارات وقوانين تتماشى مع ما يطالب به طيب مثلا وكلنا يا فندم أكيد ضد اقتحام مباني وضد ده بس نفس الوقت لما نبص على الشريط كده حياتنا آخر سنة بنلاقي أنه مثلا عند أحداث مجلس الوزراء كان الشباب معتاصم بقاله فترة طويلة آه بيمنع دكتور كماني جنزون يدخل مجلس الوزراء اتهم الزبط يعني اتفقنا أو اختلفنا برضو مع فكرة أنه أنه إحنا موفين أنه هو يدخل أو ما يدخلش بس في الآخر الناس كانت معتاصمة سلميا وبدأ التحرش بهم فهنا حصل بقى إلحق ده المجمع العلمي إلحق ده المعرفش إيه فده برضو يأكد أنه الصوار نفسهم ما كانوش في نيتهم هم بيقبوا موجودين عند الأماكن الحيوية للاعتراض على هذا المكان الحيوي مش بالضرورة يابو عايزين يقتحموه ومن خلال تواجدهم أيضا متفق معك بيبعثوا رسالة لمن بيدهي الأمر أو القرار فإحنا ده ضد المكان ده إحنا ضد وإنه مفروض يعني عندما كانوا موجودين أمام مجلس الوزراء كانت الرسالة واضح هناك تحفظ على اختيار دكتور كمال الجنزون رئيس الوزراء إحنا عايزين حكومة إنقاذ وضني حقيقية يعني لكن خلاص جرى الأمر بهذا الشكل ماشي ربما التدافع أو الحشود الكثيرة التي كانت أمام البرلمان يوم الخمي يوم الأربع الأربع دي كانت رسالة قوية برضو للنواب يعني إنهم لا يتصوروا إنهم مجرد دخولهم للبرلمان فيصبحوا يعني يتصرفوا كيفما يشاءون يعني إذا لم ينفذوا فعلا مطالب الشعب وأهداف الثورة يعني أعتقد القادم فأنا عايزة أقولون ده يؤكد سلمية الناس وهي بتطالب بمطالب برضو اتفقنا واختلافنا مع هذه المطالب بس هو فيه سلمية مؤكدة طول الوقت المتظاهرين سلميين يعني يعني فين المشكلة في ده يعني إنت عايز بعد مقتل خمسة وسبعين مواطن مصري أعزل في مجزار بورسعيد إنت بصور الناس هتروح بيوتها واتنام يعني ربما لو كان هناك أداءا سياسيا رفيعا من السلطات التلاتة في الدولة ربما دك هنبرد نار الشعب أو مزادوش قلق خلي بالك حادثة مجزار بورسعيد جاءت متواكبة مع أحداث سبقتها وأحداث لحقتها يعني مش عايزين نفس اللي ده بين أحداث حصلت التهجم على بنك فيه التجمع الخامس حادثتين سرقة في وضح النهار في حلوان في منطقة بعينها شرم الشيخ حادثت شرم الشيخ شركة الصرافة اختطاف حفيداي الرئيس الأسبق السادات اختطاف سائحتين في العريش يعني ده كله بيبعث رسال أن هناك فعلا جزء رئيسي من النظام السابق هو اللي بيحاول لما يلاقي شباب الثورة موجودين والبرلمان أو الشعب ربما ينجز خطوة للأمام في الفترة الانتقالية بيأتي بعرقلته لكن رد الفعل يعني أن يتصرف النظام السابق أو بعض أعوانه بعض أعوانه بهذا الشكل طبيعي يعني ما ده الثورة المضادة أنت أقصتي واحد من المشهد وقللت له حجم مكاسبه اللي كان عمال ينهابه رد الفعل الطبيعي أنه هو يتصرف بهذا الشكل عندما لمسنا بعض التواجد الأمني في شوارع مصر في حكومة الجنزوري الإعلام شجع ده بالمناسبة السوار شجعوا ده كلنا امبسطنا اه امبسطنا وقلنا عايزين نبني على ده نبني على ده أن بعد فترة بقى في وجود حكومة وبرلمان حيتم تطوير وزارة الداخلية وعادة هيكلتها لم يحدث ده بل حصل انتقاص من ده أنا كنت في محافظة الأسكندرية اليوم وين اللي فاته لم أجد تواجدا أمنيا في الشوارع المحافظة الرئاسية وميادنة الأمن شبه عادة إلى طبيعاته الأولى شبه مختفي يعني 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 مش عارف هل الانتقاصة حصلت فقدى إلى أن الأمن يعود تاني ما كاتبه ده أمر برضو سي ولهو كان مقصود أنه يرجع برضو دي على ما تستفهم أنه آخر أسبوعين فعلا ما كناش شايفين الأمن بعد الاحتفال الشديد اللي حصل برجوع الأمن والسرقات اللي كانوا بيمسكوها والبلطاليين اللي بيمسكوها وبين نشوف لما قيد نشوف زابط في إشارة مروره بنشكره وكأنه مش واجب ورحبنا ورحبنا بده والإعلام مرحب بده بس أنا أزي كنا عايزين نبني على ده أنا أتمنى العودة مرة أخرى لكن وفق أيضا خطة يتم الإعلان عنها في مجلس الشعب هنطور إزاي قطاع الشرطة طيب وإحنا وإحنا بنتكلم في ده ونتكلم في إخفاقات السلطات المسؤولة خلينا كمان نكلم على إخفاقات الثورة والثوار إيه الأخطاء اللي ممكن تكون الثورة وقعت فيها خلال السنة اللي فتت يعني خلينا نقول إن الفئات العمرية اللي نزلت للثورة أو العمود الرئيسي بتاعها من الشباب دي أول تجربة يعني إذا يعني قلنا الثورة هو أيضا هو فعل سياسي يعني بيطالب بالتغيير لكن خلينا أقول إن هناك تحفظات على أداء الثوار يعني فكرة واعتقد إن التحفظات اللي هقولها دي سحبت منهم يعني ما عملت لهمش حلق حجد مستمرة من الشرط زي إيه؟ يعني مثلا فكرة إن اللي بيقول رأي معاكس أو مخالف لما يقوله السوار أو ميدان التحرير بيتم إقصاء أو تخوينه يعني إحنا ثورة معناه برضو حالة من حالات الديمقراطية يعني أو تعبير جيد يعني إحنا عايزين نفتح الأراء فكون إن أنا لي رأي كمواطن أو ككاتب أو كأي مسؤول يخالف رأي ميدان التحرير ده لا يتم تخوينه أو إقصاء فدي ملاحظة بعدت شوية عن السوار طيب ممكن أرد على دي يعني عشان برضو بناخد نقطة نقطة ما السوار عندهم موجة نظر إنه هم عملوا ده كرد فعل إنه هم نفسهم تم تخوينهم وتم اتهمهم من هم موالين من الخارج وإنهم في ممارسات غير أخلاقية بتتم في الميدان وإنهم وإنهم فبالتالي بقى أي حد حتى لو فعلا هم مقترعين بخمسين في المائة من كلامه هم مخونينه لأنه هم تم انتهاك خصوصياتهم وحرماتهم بأكتر من شكل في أكتر موسيلة إعلام معاك بس عايز أقول إن ميدان التحرير كان ميدان جمع كل المصريين فما ينفعش برضو بعد الفعل الثوري اللي حصل من 25 يناير إلى 11 فبراير إنه يبقى في بعض الشخصيات تنزل الميدان يتم إقصاءها وترضاه يعني حتى لو أنا مختلف مع أسماء بعينها بس دول برضو شاركوا في الثورة معنى إن كان ليه رأي ما ينفعش ودول عشرات الأشخاص فيجب أن يعود الميدان سيراته الأولى أن يكون ميدان للجميع بلا استثناء يعني هي ملاحظات ما أنا فهمة لا ما أنا بنيش ما حضرتك آه يعني ده لا يضرب طبعا لا ما قاموا به هم يعني نبلقة أنا دائما أقول أن خير من أنجبت مصر في العقود اللي فاتت هم المئة ألف شاب اللي نزلوا في 25 يناير الثلاثة 2011 هو خير فعلا ما أنجبت مصر يعني اللي كانوا شايفين إن مصر فعلا عن قناعة تستحق ثم نزلوا لو يحققوا قناعته يبقى أول حاجة فكرة الإقصاء يعني أو المختلف مع الثورة أو ميدان التحرير في الرأس يعني خائز وعميل أثنين إقصاء المختلفين معهم من ميدان التحرير ثلاثة أنا كنت شايف أنهم يعني يجب أن يكون هناك جزء من الأهداف من الصوار بعد إنجاز الهدف الأعظم ثقاط رأس النظام يعني أمور اقتصادية يعني حولوا يجمعوا الشعب حول أهداف اقتصادية أكثر منها سياسية في الفترة دي يعني مثلا لما أنت يكون موجودة في ميدان التحرير وما تفتحيش تجول الشوارع حوالين الميدان ده بيشكلك عداء كبير جدا من كل المحلات اللي بترزق من قلب المنطقة يعني ما أنت كده أفلأك لعيش ناس بترعى عائلات وأسر سنة كاملة ما الناس دي يعني إذا كان ده مقبولا من 25 يناير 2011 ل11 فبراير 2011 مش مقبول طول عمرنا يعني آه يعني طب ما الناس دي هتاكل منين يعني 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 وخاصة اللي فيه لا حكومة ولا دولة ولا أي حاجة وبعدين كل المنطقة بتتأثر يعني أنا بنبسط لما بلاقي الميدان موجودين المتظاهرين جوة الصينية أو موجودين على الأطراف بس فيه حركة مرور حركة مرور تمنح لأصحاب المحلات برضو أنهم يبدأوا يمرسوا حياتهم الاقتصادية يعني دي حاجات خلي بالك بتعمل مشاكل يعني الناس دي اللي لها أسر وأفراد ومواطنين وكلام أربعة إن من الأخطاء القاتلة أيضا إن جرى تفتيت الجهود يعني يعني ما كانتش أقبل كسائر من الميدان أن يتم تقسمنا إلى اقتلافات أو كده يتم الإعلام من 11 فبراير على اتلاف واحد مثلا هو ده وما دونه ده يبقى صناعة حكومية يعني ويتم تحديد أهدافهم وسنعمل على إنجازهم أعتقد ده كان هيمارس درجة من درجات الضغط هو فيه فعليا برضو في نظريات المؤامرة الكتيرة إنه الاتلافات دي كلها مش صناعة الثورة يعني لا ما نقولتش بصناعة الثورة بس عارفة لو طلع عيدا من 11 فبراير أو 12 فبراير هناك لسان واحد ناطق باسم الثورة اللي هو مثلا اقتلاف ميدان التحرير اقتلاف سوائيا كان الاسم وده اللي يبقى موجود وحضر في المشهد أنا أعتقد كان هيبقى مهم ومؤثر وخاصة الإعلام كان يفرض مساحات كبيرة جدا للصوار ويبحث عن أن يجد له يعني شخص معبر عنه ما داي خانيني برضو أرد من وجهة نظر التانية وهو إنه كان من زخم الثورة إنه هو مش فرد هي الجموع هي كل حاجة كلنا كل الناس على أول حاجة مش عايزة أبدو يعني لا 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 أنا مش سائرة خالص يا رب أحاول أخذ وجهة نظر التانية طول وقت عايزة أقول برضو حاجة على الأقل أحفظ بيها يعني لا والله أنا بحاول أخذ وجهة النظر التانية بس يعني طول وقت حتى أنا كان ليا كتاب باسم الطريق إلى أسر العروبة أصدرته في 8 يناير قبل الثورة بإسبوعين كان كتب فيه مقدمته المستشار الجليل طريق البشري كان عمل للتقديم وأدار الندوة بتاعته حفلة توقيع الدكتور أحمد عكاش يعني وكان الكتاب بيقرأ مشهد سياسي حتى عنوانه كان له دلالة الطريق إلى قصر العروبة اللي هو كيف نسقط هذا الحكم وكنت كاتب فيه مقدمته أنه لو نزل مئة ألف من المصريين في ميدان التحرير وظلوا فيه تلات أيام متصلة سيسقط هذا النظام يعني فأنا بس حتى لا يتم يعني لا 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 طبع حجمعني لا خالص يعني أنا أتمنى أن ده نعمل فيه عملية بقى تصحيح للأخطاء مراجعة مستمرة ميدان التحرير أصبح قوة سياسية رئيسية في المشهد اللي احنا موجودين فيه يمكن قبل الهواء كنت بقول لحضرتك أن فيه قواتين رئيسيتين كانوا في حياتنا السياسية منذ عام 1952 حتى الآن ألا وهم الإخوة المسلمين والمؤسسة العسكرية يعني القط والفار والكر والفر وكلام لكن حصل متغير وتقابلوا في 2011 وبينهم ده بحكم السياسة يعني يجب أن يكون هناك اتفاقات واختلافات وهناخد إيه ونسيب إيه اللي حصل تحديدا أن أي اتفاقات بتتعمل بينهم بيحدث أن فيه بيتناسو أن فيه قوة رئيسية سياسية ظهرت في المشهد ألا وهي ميدان التحرير يعني فميدان التحرير علينا أن ننتصر له دائما لأنه هو فعلا يعني هو اللي بيحافظ على زخم الثورة وإحنا شفنا كلما نازل ميدان التحرير وزاد زخمه جرى إنجاز أشياء كثيرة جرى إحالة مبارك الرئيس السابق وكبار معاوني ومساعدين إلى المحكمة أو القضاء لو لم يكن ميدان التحرير ما كناتش نشوف هذا المشهد ميدان التحرير هو الذي أكبر المجلس العسكري على إعلان توقيت محدد لترك السلطة في 36 حد أقصى كمان يعني أنا قصدي إن ميدان التحرير ده مهم جدا في هذا المشهد ميدان التحرير ببقاء زخمه هو الذي سيكون مراقبا على البرلمان برلمان لا يعني ذلك أنه ضد ميدان التحرير أو ميدان التحرير ضده لكن عندما تترك حتى السلطات بهذا الشكل أعتقد أن إحنا جربناه إذن يجب أن نحافظ على ميدان التحرير مش في رمزيته في زخمه أيدا ولكن أنا بتمنى أن يكون له أهداف محددة ويتم توجيهها مباشرة إلى البرلمان وممارسة ضغط على الثلاث سلطات مجلس العسكري حكومة وبرلمان ختاما فيه حلول ما قلناهاش في سياق كلامنا ممكن تطلعنا من الأزمة اللي احنا فيها في تأديري آه يعني من وجهة نظر الشخصية واحد أن يتم الإعلان عن إلغاء استكمال انتخابات مجلس الشورى وحسف كل المواد في الإعلان الدستوري المتعلقة بالمجلس الشورى يعني لأنه هو مشارك في طريقة تحتيار رئيس الجمهورية اثنين يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية فورا وإعطاء مهلة شهر للإجراءات ثم إجراء الانتخابات يعني أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في أول مارس القادم ويتم تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب ثلاثة أن يتم عرض مع بعض حسف مجلس الشورى من المجهد السياسي مجلس الشعب يعلن غدا عن تشكيل اللجنة التأسسية للدستور وينزل المصريون في يوم محدد في مارس القادم للاستفت على الدستور واختيار رئيس الجمهورية معا أربعة تنفيذ بعض المطالب التي جرى الإعلان عنها تحت قبة مجلس الشعب منها إقالة النائب العام الإسراء بإعداد قانون للسلطة القضائية خمسة تطوير جهاز الشرطة وتطوير الإعلام الرسمي للدولة أعتقد مجموعة خطوات متشابكة ممكن تنتج شيء في الإخلان المجرى وارد أنه تكرر طالما زالت وزارة الداخلية بهذا الأداء وطالما هذا الأداء الروتيني للسلطات التلاتة في الدولة وحدك بترسوم كده مش حافة أنا مش شايفة إيه اللي مش منطقي فيهم إنهم يتعاملوا وبعتقد الناس كثيرة مش شايفة ما أنا بقولك ده رأي أنا مش شايف فيه أي عبقرية يعني ده يعني أي واحد عاوز فعلا يحل المشكلة بسرعة مجلس شورة إيه؟ مجلس شورة إيه؟ اللي الشعب دي ملاحظة مهمة جدا منزلش أصلا اديني فيها دقيقة تفضل تفضل المجلس العسكري والقوة السياسية لما الشعب احتشت 30 مليون في انتخابات مجل الشعب واحتشت 18 مليون في الاستفتة على الإعلان الدستوري قالوا إيه؟ الشعب نزل وأيده الخطوات وبركة ده إذا نزول الشعب بيعني دلالة مهمة عند المجلس العسكري وعند القوة السياسية طيب هو ليه نزول الشعب لما نزله في الاستفتة والانتخابات مجل الشعب كان يعني دلالة مهمة وعدم نزوله ورفضه لمجلس شورى لا يعني أي دلال ده معنى أن الشعب بيقولك أنا مش عايز مجلس شورى خلصني يعني إنجز خلص الرئيس الجمهورية وخلص الاستفتادة في بعض الدواير المنتخبين اللي راحوا صوتوا أقل من عدد المرشحين نفسهم فعني حاجة مضحكة جدا ختاما لوقتنا خلص بس سريعا أستاذ محمد في دعوات لإدراب عام 11 فبراير حتك شايف أنه ده إيه يعني تقييمة لده دعوات موجودة على الفيسبوك وعلى تويتر وفيه جامعات انضمت إذا كانت جامعات خاصة أو جامعات حكومية انضموا لهذا الإدراب 11 فبراير 11 فبراير ده المعنى الرمز لسقوط الرأس النظام السابق حسن المبارك وتنحي بس أنا عايز أقول أن يعني فكرة الإدراب العام دي فكرة يعني أنا عن نفسي أستبعت حدوثها لأن علشان ينزل يعني جموع غفيرة من المصنين للشارع مرة أخرى محتاجة حدث ضغط أو أن يكون هناك هدف يلتف حوله المصريون أنا لا أعتقد أن الهدف ده ممكن يحتشت حوله المصريون مصريون الآن غالبيتهم في تأديري أن هم عايزين تقصير الفترة الانتقالية في أكثر وقت ممكن وأن يرحل المجلس العسكري عن السلطة كسلطة سياسية وتدري البلاد وما يكونش في انتخابات شورى ويتم بقى الحياة تبدأ لكن فجرة الإضراب أعتقد لا ربما لا تلقى هذا الترحيل أستاذ محمد علي خير الكتب الصحف شكرا جزينا على جودك أشكرك على الوقت الجميل نفسي نقعد مرة نقعد نتكلم على حاجات إيجابية إن شاء الله نحن في برنامجك ترحنا مبادرة دولارك لبلدك اللي خدتها الحكومة اللي هي السندات الدولارية اللي عملين المصريين ويعني أعتقد أننا برضو إيجابية ونحاول الانتقاد لا يعني أنه هو سلبية لا طبعا نقعد 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 الإنجازات بس ننشي حضرتك بتكلمي بتقولي كيف نخرج من هذه الصورة السيئة السيئة يعني وقدمنا تصور يعني سعية قبل ما سيبك وامشي باش وحيك مرة تانية أستاذ محمد قبل ما سيبك وامشي بس عايز أقول إن مبارح تلع كلام إنه الألترس طلعوا حاجات على البيتج بتاعتهم على الفيسبوك وبيعتذروا وشافين هم الغلطانين وبيديروا نفسهم الأحداث بورسعيد والبيتج دي بقت تم تداولها بشكل كبير وبعد كده الألترس نفسهم طلعوا كدبوا إنه الكلام ده مش صحيح حتى التفاصيل اللي مكتوب كان فيه كدب كده غريب فواضح إنه البيتج بتاعتهم تم اختراقها أو توزهاكت يعني زي منقول بلغة الكمبيوتر يعني فبطلب من كل الناس الجمل اللي بنسمعها بتاعت إنه بلاش نصدق الإشعاعات تبقى بجد يعني أي معلومة تجيلك قعد دقيتين كده بص على كذا مصدر وبعدين قرر إذا كنت تشيرها أو ترتويتها ولا لأ لأنه إحنا في غنى عن أي إشعاعات أو أي معلومات مش حقيقية الدنيا مش نقصة والدنيا مولعة كفاية يا رب بكرة يا بقى أحسن خليكم معانا لسا مكملين نهارك سعيد